عبر الأقمار الصناعية من عمان معي الباحث في المركز العراقي للدراسات راعد الهاشم مساء الخير أهلا بك معنا سيد راعد إذن مذكرة هذه التي جرت قبل أسبوع بداية كيف قرأتها؟ ما الذي لفتك؟ هل من نقاط لم تكن متوقعة فيما يتعلق بطلبات الحكومة الاتحادية؟ حقيقة متوقعة هذه الإجراءات وعلى ضوء ما صدر من مجلس النواب قبل أسبوعين ربما باتجاه تعزيز الضغط على كردستان وتشديد عقوبات انصح التعبير لحث الجانب الكردي على تغيير قناعاته أو حتى إلغاء موضوع الاستفتاء ولكن حقيقة المستغرب أنه موضوع النقاط أو المنافذ الحدودية ما ورد منها من عبارات في بيان وزارة الخارجية أنه لحين استلام السلطات الرسمية والسلطات الحكومية لهذه المنافذ ولم يبينوا كيف ستتم هذه الطريقة والتوقيت الزمني يعني مصالح الناس ومصالح أبناء أقليم كردستان كيف يتم تبادل التجاري تبادل هذه الزيارات وعملية التواصل مع المجتمع الدولي أو مع الدول الجواء يعني هذه كلها لم حقيقة توضح وبات الأمر فيه شيء من غرابة قد يكون الأمر معلقا قد لا تستلمها قد تكون هناك معوقات حقيقة وبالمقابل سترتهن كافة مشاغل ومشاكل أبناء كردستان على وقع هذه المواضيع المعلقة لذلك قضية التبادل التجاري والاقتصادي أيضا ستتأثر وحقيقة هذه الأمور جاءت نقول على مراحل كما ذكرت الحكومة العراقية ولكن هذه المراحل لم تتوضح معالمها على المستقبل القريب والبعيد وكيفية حصول نظام بديل على هذا النظام هي أساسا ليست واضحة تعتمد على تجاوب طرفين وما سيحصل حتى لو كان خلف الكواليس أم لا يعلن عنها يعني هما بناتهم تنسيق ثلاثي مشترك يعني أقصد دول الثلاث يعني الحكومة العراقية وكل من تركيا وإيران نعم وهذه المسألة تتم بمعزل عن الإدارة الكردية في الوقت الذي قبل هذا التاريخ يعني كانوا جميعاً الثلاثة الأطراف الثلاثة يتعاملون بشكل مباشر يعني بدون اللجوء للحكومة المركزية الغريب أنه يعني فجأة يعني وربما يعني هو موضوع الاستفتاء هو اللي أثار هذه اللغط كلها وهذه الإجراءات كلها ولكن فجأة يعني صارت موضوعة التعامل مع المركز وأن هي طبعاً هي وفق الدستور وآلية الدستور طبعاً هي مطلوبة وواقعية ولكن هذه مطلوبة يفترض من قبل هذه السنوات يعني ربما كان يعول على ما بعد الدستور كان يعول على تغيير أي إجراءات أو أي فيما يتعلق بالاستفتاء لذا تغير كل شيء ما بعده خاصة بعض النتائج التي اتهى به السيد ميسون عفواً يعني هي الاستفتاء ربما صار لها أشهر يعني هذه النية لدى أقليم كردستان في موضوع يعني إجراء هذا الاستفتاء وتقرير المصير يعني أثيرت بالحاح وبتطبيق وبجدية ربما منذ أشهر أنا أتحدث عن سنين يعني منذ 2005 منذ أقرار الدستور لماذا سمحت وفق صفقات معلومة مع المالكي رئيس الوزارة السابق وربما حزب الدعوة الحزب الحاكم والطرف الكردي على آلية تعامل حرة مرنة سواء مع المركز أو يعني بالتدليس أو بتغليس وغض الطرف من قبل المركز اتجاه علاقات أقليم كردستان مع تركيا ومع إيران لماذا هذا الصمت كله ويأتي موضوع الاستفتاء ليستفزهم ويتذكرون الآن أن هناك حكومة مركزية ويفترض التعامل معها رغم الحرص الأكيد فعلي الواقعي على هذه الصيغة طبعا الدستورية نعم وفق الدستور بعد ما وصلنا نقطتي هنا حول هذه فضل أنا نقطتي الإشكالية أنه هذه الإجراءات حينما تكون رادعة وعقابية في زمن قياسي وسريع ووقعها تأثيره الأكثر يكون على أبناء الأقليم أبناء أقليم كردستان يعني بدواعي أنا لا أراها يعني واهنة بقدر ما هي مبيتة وموقتة أو توقيتها جاء مع الاستفتاء الأجدى لو كانوا هم حريصون حتى لو كان دائما في تحضير لهذا الموضوع ورغبة فيه ولكن أن يذهب للاستفتاء ويمضو قدما فيه رغم كل تهديدات والتحذيرات وأن ينتهي بهذه النسبة ربما كانت متوقعة بالنسبة لكثيرين نتحدث تقريبا عن 92% يعني هذا ما جعل الدول تتدخل لصالح الحكومة الاتحادية صحيح سيد رعد خاصة لأنه بدأ الموضوع هنا يمس في مصالحها فيما يتعلق بالأكراد على يتحال عن أي مستقبل نتحدث اليوم من متوقع سيد رعد وفق متابعتك للموضوع ووفق طبعا الحكومة الاتحادية باختصار أي مناطق متنازع عليها وحتى المنافذ الحدودية كله يتبع إدارياً واقتصادياً للحكومة المركزية وهم هذا ما طلبت به بالمذكرة يعني بالتأكيد نية الانفصال أو الاستقلال يعني ليست وليدة يوم غد أو بعد يعني ليست وليدة فترة قريبة قادمة لذلك هذا يعني القلق والفزع لدى الدولتين تركيا وإيران ربما هذا الشأن داخلي والأجدى بالحكومة العراقية من مبدأ عدم تدخل الأطراف رغم تماس القضية معهم يفترض أنه يتداولوا بالموضوع أو يحلوا الموضوع يعني وفق آلية يعني تحسب وتعلن في الداخل يعني نجد أنه هذه المعادلة وهذا التدخل الدولي أخذ أو التدخل الإقليمي أخذ مداه حقيقة في التأثير على جوهر القضية يعني هناك تركيز كردي على الإعلان الحوار والتهديئة وكثير من هذه الأمور كل هذه الخطوات التصعيدية من شأنها حقيقة أن توتر الأجواء أكثر فأكثر وموضوع المناطق المتنازعة عليها التي تحدثت جنابت عنها هذه هي الأكثر خطورة لأنه وجود الميليشيات على تماس مع كاركوك ربما يشعل فتي الأزمة بين آوينة وآخرى لا سمع الله شكرا جزيلا لك دائما نقف معك على تطورات هذا الموضوع من عمان عبر الأقمار الصناعية الباحث في المركز العراقي للدراسات رعد الهاشم شكرا سيد رعد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك